نائب عباس الماضي على مراجعة طلب المقدم ودراسته وفقا للموارد الدستورية واجراءات اللائحة الداخلية بمجلس النواب وقد أوصت اللجنة بعدم جدية الاستجواب المقدم للتشعب الكبير والخلط الحاصل في المحاور والمبررات التي تضمنتها المذكرة الإيضاحية للطلبين المرفوعين والتي على أثره توافق أعضاء اللجنة على عدم جدية الاستجواب ورفع تقريرها النهائي بهذا الشان ليتم عرضه على المجلس في جلسته الأسبوع القادم وشرى نائب الماضي أن اللجنة ارتأت أثناء مناقشة الطلبين المقدمين من السادة النواب تداوله بشكل مضوعي ودقيق ومرعاة كافة الجوانب الدستورية والقانونية به ومناقشته باستفاضة والتحقق من توفر الشروط الشكلية للاستجواب بحسب المبررات والمحاور المرفوعة من مقدمي الطلب للتوصل إلى قرار بشأن جدية الاستجواب من عدمه لأعداد تقرير متكامل وشامل في موعد لا تجاوز سبعة أيام من تاريخه عرض الاستجواب على اللجنة اجتمعنا اليوم طبعا حاليا اتنام خاصة اجتماع لديه الجدية وتوصلنا يعني بعد المناقشة طبعا احنا ناقشنا في اجتماعين وخذنا المحاور معاونا خلال الاجازة وتدورنا ماغينها اجتمعنا اليوم واستمع لجهات النظر كل اصحاب السعادة النواب وخلينا طبعا احنا كنا موضوعيين خلينا نروحنا في الوسط درسنا المحاور بشكل عام وتوصلنا الى ان المحاور طبعا لا ترتقي الى جدية الاستجواب وعلى هذا الاساس تم التصويت في اللجنة بالاغلبية المطلقة انه لا توجد جدية في الاستجواب المخدمين ضد وزير المالية وضد وزير الطاقة والان طبعا احنا راح نقوم دورنا برافع التخير الى المجلس ان شاء الله في الجلسة المقبلة راح يصوت علي المجلس ويعني الامانة كنا يعني حذرين ودقيقين في اتخاذ القرار لان نتعرفين هذا اليوم الاستجواب ويشكل اداة سياسية ويجب نحن نكون موضوعين فيها بشكل بشكل كبير ان شاء الله يعني اليوم او بالكثير يوم غالين الصباح راح ينرفع الى هيئة المكتب ويبدا هيئة مكتب بدورها راح ترفع ان شاء الله على جلسة يوم الثلاثة للتصويت عليه طبعا هذا قرار اللجنة هو ليس نهائي والان الامر عايد الى المجلس هو سيد قراره وهو طبعا بتكون الى الكلمة النهائية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة